السلام عليكم ورحمة الله جيت نشارك معكم فوائد البسباس والطرق الاستعمال ديالو خليكم مع الفيديو هاته سلام احلى متابعين تمنى تكونوا بخير وفصحة جيدة ما تنسونيش من لايك والاشتراك اليوم جيت نشارك معكم هاد الخضراء اللي بزاف دلناس كي ما كيستعملوهاش كي استغنوا عليها رغم ان فيها فوائد كتيرة كتيرة البسباس او الشمر عنده فوائد كتيرة جدا حتى اوراق ديالو كيستعملوهم اما كيستعمل حسا اما عاصر اما في الطوجنات مع الجلبانة مع بطاطا كيجي رائع وفيه فوائد كتيرة منها المنغنيز فيه غنيب الالياف وانيك نقولو المنغنيز يعني كيحفز الانزيمات كيساعد على الهضم في حمض الفوليك وكذلك كيضبط الهرمونات عند المرأة ومطهر للجسم انتمنى متستغنوش عليه ودائما ان شاء الله تتقضى وتوجدوه لوليداتكم انه من الخضر ذات قيمة غذائية كبيرة جدا دمتم في رعاية الله سلام احلى متابعين ما تنسونيش من الله يقول اشتراك اليوم تيجي نشارك معكم واحد صلاة ديال بسباس رائع انسالة دي انوخوك دي رائع جدا وبنينا عنا واحد البسباساج اللي لقصلتها مزيان وحيت لها الاوراق الخارجية وحكيتها في الحكاكة ضفت عليها عاصر البرتوقالة والبرتوقالة الاخرى كان قطعها شرائح لتزيين قطعت لينغاس اطراف اللي عندكم بتوفح كذلك اعملوها انا تواجد عندي لينغاس وطرفة ديال الاناناس من بعد ديكت واحد ملعقة صغيرة السكر بغيتوا تستغنوا عليها مضيفوهاش كتخلطوا الكل جيدا وكتعملوا فتبس ديال التقديم وتزينو ديك اوراق ديال البسباس واطراف البرتوقال وشوية ديال القرفة كتجي رائع جدا جربوها وخليولي في التعليق الرائع ديالكم كيهمني وإلى اللقاء في الفيديو القادم دائما مع البسباس طويجين كيجي رائع كتاخدوا الطاجين ديالكم كتكبوا في شوية الزيت كتديروا البصل مشلط وشوية التسوم وشوية الربيع كتضيفو الدجاج وكتضيفو فق منو البصل شرائح وشوية ديال الملح كتستفو الخضر البطاطس والبسباس والجلبانة مع هاد الحار يا سلام حتى اوراق ديال بس بس ما ضيعتمش قطعتم على شكل اه اه قصبرو مع النوس وكنضيفو متاهوما في الطاجين زيت شي ادراس ديال التوم كذلك وكتب لو الطاجين ديالكم شوية الملحة شوية الزيت شوية شوية سكين جبير شوية الخارقوم شوية اللي بزار وقصبر حبوبي لعندكم كذلك وكتبرقوا الطاجين وتتغطيوها بسلوفة وتحطوها ويطبع المهل كي يجي رائع والديد وبنين بالصحة والراحة وما تنسونيش من لايك والشيرك اشتركوا في القناة